اهلا بكم ساعات معدودة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك الذي يبدو أنه سيكون مغايرا عن ما اعتاد عليه الناس فالشهر الفضيل معروف بأنه شهر الصلاة والتراويح والعبادة والاعتكاف بالإضافة طبعا إلى التزاور الأسري والتجمعات والمجالس والتراحم إلا أن جائحة كورونا فرضت التباعد في الشهر الكريم الذي يكاد يكون التواصل والتقارب فيه من أساسياته فكيف من المفروض أن يكون التعامل مع هذه الأساسيات والعبادات في شهر رمضان هذا العام وحول استقبال شهر رمضان المبارك وكيفية التعامل معه وفق الظروف الراهنة يسرنا أن يكون معنا في الستوديو فضيلة الشيخ الدكتور راشد الهاجري رئيس الأوقاف السنية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 افعلوا في القناة كعبد الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وَللَّهِ اشتركوا في القناة 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 والجدات الآن التي تتابعنا في هذه الحلقة نسأله هل سمعت يوم من الأيام؟ هذا المؤذن هو يقول صلوا في رحالكم حتى ندرك تماما نعمة أن نسمع حياة على الصلاة حياة على الفلاة بعض النعم ما كنا نراها ما كنا نتحسسها نعمة الأمن والأمان الخروج البسيط من البيت ما كنا نشعر ذلك لقضاء أي شيء بسيط الناس كانت تقول والله ما لا تسألها شيخ وأقول الحمد لله ما في شيء ديد بالفعل الأمن والأمان تعودنا على النعم حتى ألفناها وغفلنا عنها أن نشكر الله سبحانه وتعالى والنعمة كما يقول الخليفة الراشد علي بن بي طالب رضي الله تعالى عنه يقول النعمة مقرونة بالشكر النعمة مقرونة بالشكر والشكر مقرون بالمزيد فالعبد إذا استشعر نعمة الله تبارك وتعالى فشكر الله ثبت له النعمة هذه وزادها هذه المحنة التي تمر على الأمة تخلي الواحد اللي غافل ينتبه نعم اللي نايم يستيقظ واللي اعتاد النعم ثم لا نزال نحن في نعم كثيرة يعني لما يقال للإنسان اجلس في بيتك وابقى في بيتك تراها نعمة كبيرة أفضل من أن يقال للإنسان حتى نخلص من هذا الوباء ابقوا خارج بيوتكم تصور لو قيل لنا لكل بلد تعاني من هذا الوباء على جميع الناس أن يبقوا خارج بيوتهم كيف يكون الوضع نعم لنستشعر أيضا هذه النعمة نستشعر هذه النعمة أننا نواجه هذا الوباء وهذا الفيروس نواجهه بالبقاء في بيوتنا وهذه نعمة عظيمة في بيوتنا مع أحبتنا مع زواجنا مع أمهاتنا وممكن نستغلها يعني صلاة الجماعة الشيخ ممكن تقام في البيت رب الأسرة يعني الأخ الأكبر ممكن تقام في البيت تتجمع الأسرة وتصلي وتأخذ أجر الجماعة وفي ناس كانوا محتادة على عدات الشيخ يعني اللي العمرة أو الصلاة فالمسلم اللي محتادة على عبادة معينة وما قدر يسويها لشيء خارج من إرادة رب العالمين يعطي أجرها الشيخ لا شك نحن أمامنا حديث عظيم قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر يعني هذه أمثلة لأي عذر كان إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا يعني الذي كان يمشي إلى المسجد خطواته اليوم تكتب الذي كان يصلي في جماعة اليوم خطواته تكتب وصلاة في المسجد تكتب ونعم الله سبحانه وتعالى ممكن أن نفعلها في البيت دعني أذكر بحديث أخي علي يعني بالفعل يعني موضوع العمرة اللي تعود كل سنة يروح العمرة في رمضان نعم نقول له جاء حديث في سنن الترمذي حديث عظيم يقول في عليه الصلاة والسلام من صلى الغدات في جماعة الغدات صلاة الفجر من صلى الغدات في جماعة يعني يصله مع أم عياله ممكن يصلي هو واحد من أبنائه يصلي هو عماله اللي عنده في البيت ممكن من صلى الغدات في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر عمرة حج وعمرة تامة تامة تصور هذا ما في جهد ولا في سفر ولا في مشقة ولا في تعب يصلي الفجر في جماعة ويجلس في بيته قد يقول قال لكن هذا الحديث يتكلم عن الذين يصليوا في المساجد نقول الحديث يقول من صلى الغدات في جماعة ونحن في جماعة ويكتب لنا هذا العجر العظيم نعم فالأجور اليوم أنا أقول لكل إنسان يعني لا تحاتي الأجر لأنك تتعامل مع رب كريم نعم عظيم فتح لنا أبواب أبواب كثير من الخير نبقى في بيتك وعبد الله تبارك وتعالى واخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أحد الصحابة قال يا رسول الله من نجات كيف أنجو؟ قال من نجات؟ قال أملك عليك لسانك وابكي على خطيئتك وليسعك بيتك توجيه عجيب سبحان الله يعني اشتغل بخاصة نفسك اليوم في رمضان نحن محتاجين محتاجين أن نشتغل بخاصة أنفسك نعم اليوم الشيخ سلامت الله أيضا يعني فيه ناس وهي قلة ونسمعنا مثل هذه الشيخ يقول والله نحن بنصلي الجماعة في البيت نعم مو مع أهل بس والله صاد تروي افتح المجلس مثلا الميلس الرباء ناس اللي نعرفهم الثقات عيال العام نحن بنصلي مع بعض نعم هل يعني من يخالف أوامر أولاد الأمر ويعرض حياة الناس للخطر يؤثم ومن يلتزم يؤجر الشيخ لأنه يعني حتى في المساجد يعني اللي يأكل شيء فيه رائحة غير طيبة نعم يمنع من دخول نعم وله يعني أجر أنه يجنب المسلمين هذا فما بالك باللي ممكن يجنبهم جائحة وهذا وباء ينتشر في العالم ولا نعرف إلى أين سيصل الشيخ نعم ماذا تقول لمن يفكر في شيء مثل هذا احنا خلنا نتساءل في البداية أخي علي ليش الناس منعوا من التقارب وجاءنا هذا المصطلح الجديد التباعد الاجتماعي ليش هذا لمصلحة الإنسان نفسه ولمصلحة المجتمع ولمصلحة العامة طلب من الناس أن يتباعدوا هذا ما جاء لي يعذب الناس أو يتدخل في خصوصيات الناس بل جاء لي مصالحهم لما يفتح الإنسان مجلسه ويأخذها يعني أما بالقوة أو يأخذها بالشجاعة ويقول مجلسي مفتوح وحياكم وكلكم نصلي فيه وآخر يقول أنا لا أنا عندي عندي مزرعة وتعالي الربع كلنا في المزرعة نصلي خمسين ستين شخص وآخر يقول دعنا نصلي الجمعة أيضا ممكن فيها هذا الأمر مشروع نقول له لا هذا ليس بمشروع المشروع أننا نأخذ بهذا التوجيه الذي صدر عن ولاة الأمر وتوجيه في طاعة الله وتوجيه في مصلحة هذه الأمة اليوم لما جاء الإسلام جاء ليحفظ لنا هذه الضروريات الخمس جاء ليحفظ لنا الدين جاء ليحفظ لنا النفس جاء ليحفظ لنا العقل جاء ليحفظ لنا العرض جاء ليحفظ لنا المال الله سبحانه وتعالى يقول وَلَا تُلْقُوا بَأَيْدِيكُمْ إِنَا تَهْلُكَ اليوم القرار يقول هذا التباعد الاجتماعي لمصلحتك أنت فيصل للإنسان في بيته إن حصل أحد معه في البيت أحد من عياله صلى اللهم لك الحمد ما صلى صلى لوحده ثم كما قلت قبل قليل نحن نتعامل مع الرب الكريم سبحانه وتعالى الذي يكتب لنا أجر صلاتنا لما كانت المساجد مفتوحة اليوم دعك من كورونا قبل كورونا أما كان بعض الناس يعني لا يستطيع أن يصل إلى المسجد في عندنا وناس لم يكنوا يستطيعون إلى المسجد الذين هم الآن يعني ينمون على الأسرة البيضاء أخواننا من المرضى نسأل الله سبحانه وتعالى يشاهد في كل مريض هذا يتأثر ويتألم لكن يقال له يكتب لك الأجر ما منعك من الوصول إلى المسجد إلا هذا الأمر فنقول نعم هذه مخالفة والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأقول الأمر منكم أمرنا الله سبحانه وتعالى بطاعة ولي الأمر وطاعته من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم شيخ أيضاً لو نتكلم عن استثمار هذه الوضع التي نحن فيه واليوم نقعد في بيوتنا في أوقات طويلة الناس كانت في رمضان تصلي لكن تذهب إلى عادات اجتمعية كثيرة في مجالس وفي مقاهي وغيرها لكن اليوم نقعد في بيتنا فبالتالي هذه فرصة الأسرة مع الأبناء مع أنها تفتح يعني عادات جديدة داخل البيت نكون قدوة لأبنائنا سواء كانوا الأطفال صغار سواء كانوا المراهقين سواء يعني كانوا البنات أن تقترب الأسرة من بعض أكثر وفي رمضان هذه الروحانية وهذه الأجواء إذا ما كان راح يكون فيه هذا التلاحم الأسري مع الأسرة الكبيرة يعني ممكن نخليه بيننا وبين بعض في أسرتنا الشيخ ماذا تقول يعني في الوضع الأسري وتربية الأبناء في هذا الوضع أولاً يعني كلامك 100% صحيح يعني هذه الأزمات تهيئ لنا نعم كثيرة فقائي مدة طويلة في البيت لا شك أنه فرصة لأن أستثمر مع الله سبحانه وتعالى أكثر أستثمر في قراءة القرآن أستثمر في الذكر أستثمر في الصلوات أستثمر في الجلوس مع أهلي أهل بيتي زوجتي أبنائي يا أخي اليوم الله سبحانه وتعالى أعطانا نعمة هذه التقنيات الموجودة الحادثة اليوم بهذه الوسائل للاتصال بالإمكان اليوم عبر هذه الشبكات أن نجلس سوياً نجلس الأخوان كلهم في مجلس واحد وكل واحد في بيته لكن أمام شاشة بعض الحواسب الموجودة والتلفزيون يشاهد بعضهم بعضاً ويتحدثون ويتكلمون وكأنهم في مجلس واحد واليوم أغلب إجراءات ومعاملات دولة قائمة على هذا التواصل المرئي لماذا لا نستخدم مثل هذه الأمور ثم أنا أجدها فرصة كبيرة للخلوة حصلت فرصة اليوم يعني اليوم ما أحد يعني قد يعتب عليه أنك ما زرتني في رمضان ولا حضرت مجلس فلان يعني كم كنا نسمع من يشتكي من الإحراج الذي يقع عليه كل رمضان في الذهاب إلى المجالس ما شاء الله كثيرة اليوم قلنا رفع الحرج عنك مجالسنا في البحرين كثيرة وعرفت البحرين بهذه المجالس من القدم لكن بعضهم قد يقول أنا من كثر ما أحرج ما أجد وقت أزورك للناس اليوم رفع عنك الحرج قيل لك يجلس في البيت استثمر هذه الخلوة بينك و بين الله سبحانه وتعالى رمضان ثلاثين يوم أو تسع عشرين يوم استثمر ساعات لا أقول أياما بل يستثمر الإنسان دقائقه التي فيه وأعظم ما يستثمر فيه نهار رمضان و ليه الرمضان الذكر 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 ذكر الله تبارك وتعالى من التسبيح استغفار الحمد التهليل يا أخي كلمة عظيمة قالها الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كلمة يعني كل ما أفكر فيها أقول سبحان الله كم نحن في حاجة إليها اليوم يقول ما نزل بلاء رضي الله تعالى عنه يقول ما نزل بلاء إلا بذنب و لا رفع إلا بتوبة رمضان فرصة فرصة لنا جميعا أن نتوب نتوب و نستغفر نتوب و نستغفر يعني مادة التوبة هي الإقلاع عن الذنب و الاستغفار منه الإغلاع عن الذنب و الاستغفار منه وين اليوم فرصة تجد أنك تجلس من الصباح إلى صلاة المغرب لديك الفرصة أنك تكرر استغفر الله ألف ألفين مرة سبح الله تقرأ القرآن إذا كنا العام ما نختم إلا ست ختمات أو سبع ختمات اليوم عندنا فرصة أن نختم خمسة عشر ختمة عشرين ختمة و كلمة جميلة لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل قال قال إن البيت لا يتسأ على أهله و تحضره الملائكة و تهجره الشياطين و يكثر خيره شوف أربع أشياء إن البيت لا يتسأ على أهله و تحضره الملائكة و تهجره الشياطين و يكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن و إن البيت لا يضيق على أهله و تهجره الملائكة و تحضره الشياطين و يقل خيره أن لا يقرأ فيه القرآن ففرصة أن نقرأ القرآن هذا رمضان شهر القرآن الله سبحانه وتعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن و قال إن أنزلناه في ليلة مباركة من ليالي رمضان ففرصة أن نستفيد من هذه الأقل إن شاء الله بالذكر و الاستغفار لعل الله يرفع هذا البلاع عن الأم وعن العالم عن الناس كلهم و أيضا شيخ و تفضلت ذكرتي زك الله خير عن موضوع التباعد الاجتماعي و ضرورة أن نحن ندعم جهود الدولة في مواجهة هذا الوباء هذه فرصة نحن أيضا ندعو لكوادرنا الوطنية صفوفنا الأولى من أطباء و مرضين و رجال الدفاع المدينة و الداخلية أننا رب العالمين يعني يأجرهم و نحفظهم و يكلل جهودهم إن شاء الله بالخير لكن دورنا أن نحن نساندهم أكيد في رمضان أو في غير رمضان أن نحن نحافظ على الإجراءات الوقائية الاحترازية لأن هذا مهم بإذن الله و إن شاء الله يعني تزول هذه الغمة عن الجميع بإذن الله الشيخ يعني لو نتكلم أيضا في ختام هذا الكلام في العشر الأواخر و نحن موجودين في المضان إن شاء الله و عندنا كل هذا الوقت ماذا تنصح المؤمنين و المسلمين و اللي قاعد طالعونا اليوم إن شاء الله أنا خلني أخذ موضوع مهم ذكرتها تفضل شباخي تفضل يا سيد و هو قضية التأكيد على قضية التباعد الاجتماعي يعني سألني أحد الزملاء و قال يعني يكون أنا مستغرب عندكم في البحرين هذا الكم الهائل من المتطوعين آلاف الذين لما فتح المجال للتطوع آلاف المتطوعين فسألني أنا كيف ممكن أن أكون متطوعا يعني ماذا يعني أقدم حتى أكون متطوعا فأنا قلت له أشياء غير يعني غير الذي كان يفكر فيه قلت هل تعلم حينما تبقى في بيتك أنت أحد المتطوعين صحيح هل تعلم حينما تدعو للقائمين على جهاد هذا الوباء وهذا الفيروس أنت من المتطوعين تدعو لهم قال دعائي تطوق قلت نعم كم هو رقي و كم هو يعني عظيم أن تدعو في سرك ليس في واتساب ولا في إذاعة مسموعة ولا أحد يسمع بك أنت على سجدتك في البيت تدعو للكوادر الطبية التي تبذل يعني مهجها وأرواحها في مواجهة هذا البلاء لهذه الكوادر الأمنية التي تعمل و لغيرهم من العاملين تدعو لهم في سرك والله سبحانه وتعالى استجيب لك لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا قال من الدعوات المستجابة دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب ثم هناك حديث عظيم رواء الإمام أحمد في مسنده و غيره قال عليه الصلاة والسلام ليس من رجل طبعا رجل أو امرأة ليس من رجل يقع الطاعون الطاعون داء معدي ليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بيته شوف فيمكث في بيته صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له كان له مثل أجر الشهيد ما مات و لو قتلها الطاعون نحن في نعمة إذن جالس في بيته بس أنا أقول لأخي الآن اللي تابعيني و لأختي و أنت جالس في بيتك استحضر هذا الأجر نفسه ترى نفسه الذي قال من حج و لم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه الذي قال هذا الحديث قال لنا هذا الحديث حتى نوقن بالأجر العظيم ليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بيته صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد عظيمة الله يجعلنا كلنا من هؤلاء الشيخ دائما والتي تفضلت فيه الحديث كل أمر المؤمن خير كل المؤمن خير هل من كلمة أخيرة فضية الشيخ أنا أشكركم على هذا النقاء و أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذه القمة عن الأمه أجمعين و عن العالم أجمعين و أهنئكم بقدوم شهر رمضان المبارك و أهنأ كما قلت في بداية حديث قيادتنا الرشيدة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهده جميع نشاكر حضورك طويلا مبارك لك الشهر الفضيل الله يجعلنا إن شاء الله من من يقومه و يسومه شكرا لك أشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة هذه هي الحلقة الأخيرة في هذا الموسم نأمل إن شاء الله أن نلتقي معكم في الموسم القادم بعد رمضان في حفظ الله و رعايته أترككم و نلتقي إن شاء الله على خير في أمان الله ترجمة نانسي قنقر